شهد المتحف المصري الكبير تكريم أول دفعة من خريجي الجماعات الأهلية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورؤساء الجماعات وسط أجواء مبهجة تعد الجماعات الأهلية أحد أهم الإنجازات التي تشهد وقطاع التعليم العالي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل هي لحظة انتظرها هؤلاء الطلاب كثيرا لحظة دخول أول دفعة من خريجي الجماعات الأهلية لساحة الاحتفال بالمتحف المصري الكبير ليتم تكريمهم بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورؤساء الجماعات وسط أجواء مبهجة في هذا الحفل الأول الذي تقيمه جماعات الملك سلمان والجلالة والعالمين بعد أن بدأت الدراسة بها عام 2021 حيث قدمت هذه الجماعات العديدة من نظم الدراسة الحديثة والبرامج التعليمية المختلفة المؤهلة لسوق العمل شعور بالسعادة لا يوسف حلم شايفينه بيتحقق قدام عينينا بكورة هذا التخرج نحن بنشوف أولادنا بيتخرجوا بعد أربع سنوات من العمل المضني كان حلم ولكن أهم حاجة المهارات اللي أولادنا كسبوها سوق العمل اللي مفتح لهم قبل ما يتخرجوا فيه أولاد كتير جداً ابتدوا يشتغلوا حاجة فخورين بيها متأكدين أن نحن بندي بكورة انتاج حاجة مختلفة خريج مختلف خريج فعلاً هيعمل تأثير؟ في يوم بهيج يعني مبهج غاية في السعادة مفعم بأمال كبيرة جداً في مستقبل مرشق لأجيال من شباب مصر الغالي نحن النهاردة بنحتفل بتخريج أول دفعة من خريج الجامعات الأهلية فكر الجامعات الأهلية بدأ منذ سنوات ولكن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصر أن هذه الجامعات تبدأ في مدن جديدة ومجتمعات عمرانية جديدة فرحة كبيرة رسمت على وجوه الطلاب وأهاليهم ليحتفلوا بعد سنوات من الدراسة داخل أعرق وأهم الجامعات التي اهتمت الدولة ببنائها خلال السنوات الأخيرة ليجني هؤلاء الطلاب ثمار اجتهادهم بعد تمتعهم بالعديد من المهارات نتيجة الأساليب الحديثة التي اتبعوها خلال دراستهم بصراحة اللي بيميز جامعة الجلالة أننا مثلا نحن نتخصص ديفي بروداكشن فإحنا مش بس ندرس تيفي لأحنا ندرس تخصصات تانية فده لما نيجي نتخرج سوق العمل بيبقى موفر لنا كل حاجة احنا مش بس تيفي بروداكشن لأحنا أدفردايزنج وكل حاجة وغير كده نحن ناخد سرتيفكات بكل اللي احنا تعلمنا من جامعة الجلالة دراسة الذكاء الصنوعي في جامعة الجلالة وكانت الدراسة على مدار الدراسة في جامعة الجلالة صراحة فتحت أفاق جديدة لنا حتى في الأكاديميك في الريسيرش والحاجات اللي زي كده أو في أن احنا نبدأ نفهم أو نخش مجال جديد مع دكاترة صراحة فدونا كتير جدا في الموضوع ده أهمية الجامعات الأهلية طبعا المناهج الجديدة الحديثة اللي بتواكب تطول العمل وسوق العمل طبعا دي من أهم الحاجات المهمة اللي خلتنا نتأهل اللي احنا نشتغله مع باحثين من جميع أنحاء العالم من الولايات المتحدة الأمريكية وأنا اشتغلت مع طلاب دكتراف جامعة لوفل لمدة ثلاث شهور الجامعات الأهلية أحد أهم الإنجازات التي شهدها قطاع التعليم العالي في عهد الرئيس السيسي حيث تم إنشاء ما يقرب من عشرين جامعة أهلية في سبع سنوات لتساهم في استيعاب أكبر عدد من الملتحقين بالتعليم الجامعية وتقديم برامج دراسية حديثة بها أعلى معايير الجودة التعليمية تربط الخريجين بسوق العمل وتميزهم فيه محمود جميل التلفزيون المصري